نحن نرى هذا البيت الذي كم من بيوت شيدت ثم زالت وبادت وبقي هذا البيت كم من بيوت عمرها الناس ثم انقطعت الوفود نحوها وبقيت الوفادة نحو هذا البيت إنها آية يراها هذا الإنسان كم من الناس يفدون إلى مكان للإيذاء وهذا البيت يفد إليه الناس محبين ويفد إليه الناس عابدين لربهم سبحانه وتعالى نرى أيضا آية من آيات الله العظيمة هذا البيت الذي جعله الرب جل جلاله هدى للعالمين ها هم الناس يهتدون بهدى البيت وهي تلك العبادات المكية التي تؤدى فالناس يدعون ربا واحدا والناس يطوفون لرب واحد والناس يصلون لرب واحد والناس يقبلون استجابة للسنة وتطبيقا للهدي النبوي لهدي النبي المرسول من الله جل جلاله إذن هذه الآيات التي يراها الإنسان وهي حقيقة تدل على كمال قدرة الله وكمال تدبير الله وأن هذا البيت سيبقى معلم هدى للعالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة